ما بين ياسمين دمشق وأسماء الأسد حكاية عمر هي أكبر من لقب السيدة الأولى وأعمق من علاقة شخصية في زمن فض فيه من حول أرض الشمس معظم سكانها خرجت أسماء الأسد لتقول نحن باقون في سوريا ولأجلها فجمعتهما مواجهة إرهابين خبيثين أصاب أحدهما الجسد السوري وحاول الثاني النيل من سيدة الياسمين كما يحب السوريون أن يلقبها لتخرج ياسمينة الشام بثوبها الأبيض وتعلن انتصارها على مرض السرطان كما انتصرت سوريا على خبث الإرهاب رحلت انتهت بكل ألمة وتعبة وسلبياتها وحتى إيجابياتها الحمد لله أنا خلصت حمد لله أنا انتصرت على السرطان بالكامل انتصار حاكت السيدة الأولى تفاصيل حروفه على مدار عام كامل لتدخل بقوة في مواجهة مرضها وتسير بعزم في عملها لم يبعدها المرض عن المشهد السوري بل عمق حضورها فيه فواست أهالي الشهداء ودعمت الجرحة بين القرى السورية تنقلت حاملة في جسدها جرعات العلاج لتقول للسوريين معا ننتصر لقول للجميع اللي عملتوا مهم وكبير وبعتبروا دين ومجميل بدي ردوا بطريقة اللي بقدر عليها من خلال العمل اللي بدقوا أنا اليوم على الشاشة السورية لامتن لكل سوري يوقف معي واشكر الجميع والشكر بحجم الشي اللي عملتوا لي واسد شعبها واحتضنت فكانت لأطفال سوريا بلسما يهمس في آذانهم معنويات تشد من عزيمتهم وكانت شريكة مرض لأطفال السرطان وبسمة أمل ترسم على محيا كل منهم ليقولوا للعالم نحن هنا على أرضنا سنتعافى وسنعود معا ومعا ننتصر اشتركوا في القناة